عندي أسرار كتير وحاجات ما قلتهاش لبني آدم بس ارتحت لما تكلمت عنها وزني زاد من كتر الأدوية اللي خدتها للحساسية خلت المية تتحبز تحت الجلد ما تصدقوش الإشعاعات اللي بتقول عندي مرض خطير اتمنوا أنا كويسة من وقت ما ظهرت راندا البحير في برنامج قعدت ستات مع الإعلامية مروة صبري وهي أصارت جدل وخوف متابعيها عليها وده بسبب شكلها اللي تغير خالص وخصوصاً إننا تعودنا عليها إن وزنها قليل ولكن لما ظهرت كان وزنها زيد قوي ودخل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن هي عندها مرض خطير وإنها مش طبعية طب راندا ردت على الإشعاعات دي إزاي وقالت إيه عشان تطمن جمهورها تعالوا وأنا أقول لكم راندا لما سمعت الإشعاعات دي دايقت قوي بس قررت إنها تطمن جمهورها وكتبت منشورة على الفيسبوك وقالت فيه اتمنوا علي أنا كويسة جداً الحمد لله اللي كان ما خليني مش فرحانة فترة طويلة إن كان في أسرار كتير وحاجات ما قلتهاش لبني آدم وحولت كتير أقولها للناس المعنية بحلها ومعرفتش بس بجد لما خرقت مني للناس القريبين الطيبين ارتحت الحمد لله جداً إنما فكرة الشغل قوي كده أنا مش بشتكي أساساً لا عايز حاجة من حد والحمد لله أنا حالة المادية كويسة جداً وشغالة في حاجات كتير دانية غير التمثيل لكن بالنسبة بقى لوزنها الزيت اللي ظهرت بي في البرنامج رندا قالت الوزن اللي ظهرت بيه في حلقة الإعلامية الجميلة قوي مر وصبري فأنا كنت خرجة من دور برد قاسي قعد معايا شهر بحاله خدت فيه ثلاثة عائلة بمضادة حيوي وخدت دوة عشان أقدر أتنفس وخدت دوة كمان للحساسية الأدوية خلت المية تتحبز تحت الجلد ده غير كمان إن الزاوية اللي تصورت منها كانت مش حلوة تماماً والإضاءة ما زبطتش على وشي صح وأنا كنت مرتبطة ببرنامجين برنامج مروى صبري وبعدها بـ 18 ساعة برنامج مروى عبد المنعم على قناة الشمس وبالرغم من إن الوازن الزايد مش حاجة المفروض أطلع بررها بس أنا حبيت أوضح مش أبرر عشان لاحظت إن فعلاً فيه ناس خافت علي وفيه ناس تانية ابتدت تطلع إشاعات إن فيه عندي حاجة أكبر من كده بس الحمد لله أنا بطمنكم مفيش أي حاجة وأصلاً المية اللي تحت الجلد دي نزلت بعد تصوير البرنامج بـ 48 ساعة وإن كمان دلوقتي حالاً حالتي أحسن بكتير أوي أوي ترجمة نانسي قنقر